هسا اليوم ليش احنا قلنا يعني انه في هذه الدورة كنا نتمنى قلنا اغلب الاعضاء مجلس النواب وهم جدد فكنا نتمنى انه نصير بعملنا بالطريقة الصحيحة وكنا مصرين على محاسبة المسؤولين اللي داروا الدولة بأثر رجعي ولكن للأسف يعني صار هذا التعطيل اللي هو اصلا مو بالحسبان ولهذا اليوم بالدورات السابقة كل المسؤولين تروح هذه الاموال تهدر وبعد ذلك بعد انتهاء الدورة الأربع السنين يخلصها ويروح يسافر يمرتب وضع وضع عائلته ويطلع بعد ذلك خارج العراق ويعوف الملف مرات يطلع بكفالة يجوز الوزير المعني أو الوكيل أو المدير العام بكفالة عشر تالاف أو ربعين ألف دينار عراقي فإحنا كنا نتمنى اليوم إحنا أبناء العراق وندير العراق علينا إحنا كأحزاب أو كجهات معنية نحن نحاسب المسؤول اللي نسنده قبل لا تحاسب النزاهة أو أي جهة أخرى لأن هذا يحمل اسمي ويحمل صفتي اليوم أنا من أقدم عمل أفتخر أني عراقية وأخدم العراقيين من الشمال للجنوب فما معقولة اليوم إذا كان الشخص المعني في أي جهة معينة تخدم مدينة بغداد ويترك أثر إيجابي الجهة المعنية ما تنحسب على الملعكس يمكن تفتخر بس أنا تعجب ليش تجيب المسيء أو القليل الكفاءة اللي بس يبوصار وتتدللون وما يخدم بغداد وظلوا يتفرجون علي بغداد صرفة شو كت نقدر نحاسبهم يعني إحنا نتكلم عن مليارات أخذت من الدولة بهدر مالحام اللي يحاسبهم اليوم تعرفين أنا تحدثت اللي محاسبة يحاسبهم رئيس الوزراء لديه كابينة وزارية اللي يتقبل هذا الدور ويمكن أنا إليه أكثر من حديث تحدثي تقلت على رئيس الوزراء اللي يجي يستلم المهامة أنا دا أتحدث عن الآن وأتحدث عن المضح المفروض برئيس الوزراء يكون شخصية شجاعة جريئة قيادية بحيث صحيح أن الكابينة الوزارية مجموعة من الأحزاب ولكن علي أن يغير ويطلبوا من الجهة المعنية المزودة بوزراء يابا هذا الوزير غير كفو جيبوا لي غيره فمو أقول الأحزاب ترى كل الأحزاب كل الأحزاب لديها كفاءات سواء نساء أو رجال ولكن للأسف اللي نوجده بالعملية اللي هذه عاثوا الفسادة للأرض في بغداد وباقي المحافظات يعني دون الكفاءة المطلوبة ولهذا المدراء عامين وكلاء وزراء معاونين رؤساء أقسام مسؤولين هيئات ولهذا اليوم أنا أشوف كل المسؤولية اللي يتحملها هو رئيس الوزراء لأنه وديه يختار الكابينة ومو بس يختار الكابينة الصلاحيات هي لديه لا يقول لي ويطلع لي مثلا يقول لا مو الحزب الفلان يضغط عليها لا مو يضغط عليها لأنه يقول لك إذا تحاسب فلان أنا لازم أهم تحاسب فلان مين حزبك طبعا حاسب المفسد خلي أسوي فد إجراء ولهذا اليوم ماكو رادع قانوني أو رادع حقيقي صار لمفسد معين حتى يتصير عبرة للآخرين طيب سيادة النائب أرجو أن تخلوا نحن إذا من حاسب أي مسؤول كان سواء صغير أو كبير بمنصبة راح تمشي الأمور بهكذا قريب